زحلي الواحد والثانين معركة زحلي في 2 نيسان 1981 حيث واجه حوالي 100 عنصر من القوات اللبنانية قصف المدافع والمدرعات السورية التي حاصرت المدينة وهجمتها بضراوة من جميع المحاور من دون أن تتمكن من اختراق خطوطها الدفاعية وكانت ثمة معارك أخرى لا تقل شراسة عن معارك زحلي تجرف الوقت نفسه في أعالي صنين لم يتوان فيها الجيش السوري عن استعمال طوافاته العسكرية لدعم قواته في مهاجمة مواقع القوات اللبنانية بدنا نوجه كلمة لشأت منها بعيدة عننا اليوم لشأت منها عم تتعرض لتنكيل لتهديد عم تتعرض لقصفية عم تتعرض لإزالة من المجود وعم تتعرض على يكبر عبر ونغر على محاولة إبادة على محاولة تصفية ولمحاولة تأشير بهالمنسبة كلمة تأدير وكلمة تحية لصمود زحلي بهالمرحلة السعبة يلي زحلي عم تمرق فيها من هون ما نقلل نسمح لنفسنا أمدا بأي طريقة من الضرور وبأي طولة من الضرور أنه زحلي تتعرض لأي انتكسة زحلي تتعرض لأي انتكسار لكن كانت من نهينة دائما تسعين يوم تسعين يوم من الإتال للإتال اليومي وقفوا فيها الزحالة بشكل رائع بصمود رائع احنا كنا 120 شبع من بيروت طالعين اللي عندهم بس 5000 مقاتل اللي كانوا عم بيقاتلوا كانوا من شباب زحلي أثبتوا صمود رائع الشباب فعلا وبتصور أنا بتظل بيذكره هالمعركة هاي دي إلى الأبد لأنه طبعة زحلي بمقاومة رائعة فعلا نتوجه معا إلى رفاق سقطوا شهداء أثناء المعركة وصقوا طراب زحلي والبقاع والجبل وزحلي التي عصرتم دماءكم من أجل سيادتها تعصر اليوم ما تبقى من عناقيد دوليها لتشرب نخبكم معنا عاشة المقاومة اللبنانية عاشة زحلي ويحنى اللبنان حرب زحلي التي حقق خلالها نصرا سياسيا لافتا فتح أمامه أبواب العواصم العالمية أنا مرشح للرئاسي أنا ترشيح منه مناورة وبالفعل انتخب رئيسا في 23 آب 1982 فاستبشر اللبنانيون خيرا وقامت الدولة الحلم لمدة 22 يوما قبل أن تهتز على وقع الانفجار الآثم في بيت الكتائب في الأشرفي فسقط الرئيس المؤسس شهيدا لكل لبنان أنا برأيي أنا برأيي أنه السوريين قتلوا بسير اسميل طبعا اللبنانيين اللي ضد كانوا الأدات حاول المتأمرون إسقاط القوات اللبنانية بالضربة القاضية باغتيال الرئيس بشير الجميل غير أنهم لم ينجحوا واستمرت القوات اللبنانية بقيادة المهندس فادي فران ثم الدكتور فؤاد أبو ناظر فالسيد إليح بيئة الذي عرفت معه القوات اللبنانية مرحلة حرجة في تاريخها من خلال معرفة بالاتفاق الثلاثي لكن المؤسسة التي أنشئت لتكون مؤسسة نحو المستقبل انتفضت كطائر الفني بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانقلابات والانتفاضات الداخلية أعقبت اغتيال مؤسسها فأسقطت بقيادة قائدها الجديد الدكتور سمير جعجع الاتفاق الثلاثي السورية المولد والهوية وذلك في انتفاضة 15 كنون الثاني 1986 وكان السوري يريد من وراء هذا الاتفاق المشبوه احكام قبضته على لبنان وانهاء ما تبقى فيه من مساحة للحرية المسيحيين كنتم المسلمين مهما كان المتعاملون مع سوريا كسر والمقاومون أكثر ومهما كانت تصميم السوري في لبنان دقيقا فتصميمنا أدقا ومهما كانت إرادة السوريين صلبة فإرادتنا أصلب ومهما كان السوريون في لبنان أقوية فاللبنانيون أقوى أيها السوريون ارفعوا أيديكم عن لبنان وإلا رفعناها بكل ما أتينا من قوة ما من صاحب حق إلا ويؤتى حقه ولو بعد حين بعد تدرجه في المسئوليات الحزبية وانتقاله من المسئولية العسكرية عن الجبهة الشمالية إلى قيادة القوات اللبنانية أصبح سمير جعجع ربان السفينة الذي تحمل مسئولية المناطق الحرة من لبنان بكل حكمة وتثانن واجهت القوات من جديد امتحانا عسيرا آخر تمثل في اعتبار سلاحها غير شرعي وعرفت المناطق المحررة أنذاك أحداثا مريرة في 14 شباط 1989 انتهت سريعا بوساطات محلية وعربية أعلن بعدها العماد عون فورا حرب التحريض ضد الجيش السوري وكان بديهيا أن تؤيد القوات هذه الحرب وتشارك فيها وهي التي جعلت هدفها الأول منذ نشأتها تحرير لبنان من كل محتل وقدمت في سبيل ذلك آلاف الشهداء أما الحرب الأعنف فكانت حرب الإلغاء التي كانت نتيجتها تدمير ما أنجزته القوات اللبنانية خلال 15 عاما من تدعيم لقوة المسيحيين وموقعهم في لبنان في انتظار حل شامل للمسألة اللبنانية موسيقى 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 من ما من قدراب أنتصور أنه من بعد كل هالم معانات من بعد كل هالعذاب اللي تحملنين إحنا والناس سوا ما بقدراب أنتصور أنه ترجعت تتشكل هايك حكومة فمن هالمنطلق أكيد ما رح نشترك بالحكومة الحالية ومن هلقا بعليا استي قاسي من هالحكومة اشتركوا في القناة